اشتركوا في القناة والرئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية لسيما طريق الصعيد الحر باجمالي طول حوالي مئة وستين كيلو متر حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل ذات الصلة والصيانات الدورية لتلك الطرق والمحاور والكباري لضمان استدامة جودتها إلى جانب تنفيذ أكبر توسعة ممكنة لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة فضلا عن إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة بما فيها تغطية شبكات المحمول ونقاط الأسعاف والنجدة وغيرها بما يتيح توفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتاد الطرق بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور كما تم استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمساحات الفضاء غير المستغلة على مستوى الجمهورية فضلا عن سير العمل بمشروع أبراج بورسعيد وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الهيئة الهندسية بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام التطوير العقاري كما تناول الاجتماع متابعة الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة مدينة الجلالة بالأضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومنشآت لسيما منطقة المشتل المركزي للأشجار والأزهر على مساحة ألف فدان لإمداد العاصمة الإدارية بكافة الزراعات المتنوعة المطلوبة للتنسيق الحضري والجمالي لأحيائها ومناطقها المختلفة وعلى نحو يتصق مع المعايير البيئية الحديثة اشتركوا في القناة